نعمل شير اليوم لسلايدات لسترينك مش لسلايدات الديزاين أبدأيا خلينا نشوف شو بنا نساوي المحاضرة الماضية تتذكروا حكينا عن الكونسبت هذا قلنا على الديفنيشن إذا بتتذكروا شو كانت العلاقة قلنا كيو طبعا هون بالرسمة اسمها دابليو اكس بس كان كنا نقول كيو اكس إذا بتكامل كيو اكس شو بتحصل ها شباب إذا بنكامل للدستربيت الزور نحصل الشير وإذا كاملنا الشير بنحصل المومنت وإذا كاملنا المومنت بنحصل اي آي ثيثا وإذا كاملناها بنحصل اي آي واي ماشي حكينا عن الديفنيشن إذا بتتذكروا المرة الماضية صح ديفنيشن تعل الموجب السالب قلنا أنا لما ناجي أخذ كت لأي بيم بأخذ القطعة اللي بديها يعني أنا يا بأخذ القطعة اليمين يا بأخذ مثلا القطعة إيش بأخذ القطعة الشمال إذا أخذت مثلا القطعة الشمال هاي باشوف الشير عندي الشير اللي عندي هذا كيف بيعمل الروتيشن افرض القطعة مثلا مثبتي وان عسبي المثال الشير هذا كيف رح يعمل بالقطعة كيف رح يحاول يلفها يعني لو في فصالة وان اعتبره فصالة باب على الجنب الثاني الشير الفورسة كيف حتلفه حتلف بهذا الاتجاه هذا الاتجاه شو هو طيب لو عند النقطة هاي بتخيل الفصالي من الجنب الثاني من هون الشير هذا كيف رح يلفه نفس الشي كله كوي صح فقلنا سواء الجهة اليمين او الجهة الفورس ما الديفنيشن تاع الشير مش لفوق ولتحث ببعث ان الشير بيعمل روتشن كلكويز للسيجمنت تبعتي فهو بوزيتف هون هذا الشير عكس هذا صحيح بس بعمل روتشن برضو كلكويز فهو اياش وزيتف البيندينج مومت هاذا شو البيندينج مومت بعمل هولدينج ووتر فهو موجب وهذا البندينج مومت بعمل هولدينج ووتر فهو اياش موجب سواء كان كلكويز او كان ترك ليكوز ما باهتمش فيه الحكاية تمام? وهي بالسلايدات الدزاين موجود مرسومة الكويا بالنسبة للشير والمومنت أحياناً أنت الشير ممكن فعندك ثلاث طرق للشير الطريقة الأولى الطريقة الأولى إنها باستخدام الطريقة الثانية باستخدام 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 الشير مومنت ديجرام اللي هو الشير مومنت ديجرامز والطريقة الثالثة باستخدام السينجولاريتي سينجولاريتي فانكشنز ماشي الحال هذول المفروض الطريقة الأولى والطريقة الثانية المفروض إنكم تعرفون كيف يعني لو أجيت أنا قلت لك أوجد لمقدار الشير along the beam من صفر لحد L كيف بتقول؟ خلينا نحكي عن الطريقة الأولى بالأول أول شي بتقول أنا بدي أخذ كت هون الكت هين أخذناه هون شايفينه؟ هذا الكت على مسافة إيش؟ على مسافة إكس تمامي جماعة؟ هذا الكت على مسافة كم؟ مسافة إكس والإكس هاي ممكن تكون أي شيء من صفر لحد وين؟ يحكوا معي جماعة يعني واثنين ثلاثة يتبرعوا يحكوا معي مصد إلا عثنين من صفر لحد إلا عثنين تمام؟ أي شيء بيضبط على إكس بيضبط لحد إيش من صفر لحد إلا عثنين لأنه فيش ولا إشي بتغير يعني أنا أخذت الكت هون أخذ الكت هون ما فيه إكسترنال فورس مقدار الشير صح؟ فأنا إذا أخذت الشير هون شو باجي بأساوي؟ عند المنطقة اللي عملت الكت عندها هاي بأعمل إكوليبريم للشير ولمين؟ الممنط بأعمل إكوليبريم للشير ولمومنت هسا في عندي إفع ثنين طالعة أنا أتؤكيد هون عندي فورس نازل هون قديش مقدارها؟ إفع ثنين تمام؟ هاي بالنسبة للفورس طيب بندينج مومنت حسا الفورس هاي إنت أخذ إكوليبريم عند النقطة هاي فعندك إفع ثنين ضرب إكس هاي رح تعمل مومنت بهذا الاتجاه صح؟ شو لازم يقابلها؟ قموا نفسها معاكزة لازم يقابلها مومنت إنتيرنال اللي هي موجودة على السكشن اللي عملت عنده كت قديش مقدارها هاي؟ لازم يكون إفع ثنين هاي إفع ثنين في إيش؟ في إكس هذا الحكي فاليد لما تحكينا لقبل الفورس اللي بالنص صح؟ فأنت بتجيب تقول أنا بالدعم المعادلة بقول الشير يساوي طيب إفع ثنين هاي موجب ولا سالبة؟ هاي الإفع ثنين موجب 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 يا جماعة موجب شو اتفقنا؟ شو الدفلشن احنا؟ في إيش بتعمل روتشن كلو كويس فطالما بتعمل روتشن كلو كويس فهي موجب عناتي بقول أنا الشير عندي إفع ثنين لما إكس أكبر أو ساوي صفر وأقل أو ساوي إيش؟ إلا عثنين مزبوط؟ كيف أخذت هاي باستخدام طريقة إيش؟ طريقة السكشنز طيب بالنسبة للمومنت شو بقول المومنت شو بساوي؟ هاي اتفقنا هاي تسبونا هوا صح؟ إفع ثنين هاي موجوبة لسالب لإفع ثنين اضرب المساة بنا هاي بتساوي إفع ثنين حوزع تسبونا إياس 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 هاي طريقة السكشن صح؟ طيب شو بتيجي بتقول كمان؟ خلصنا الجزء الأول الجزء الثاني بدك تاخد سكشن وين ما تغير عندك الإكس أكثر نلفورس؟ يعني صار في عندك تغير على الشروط بكتغفه أخذ سكشن هنا اللي هو أنا نفسه ما أخذه وين؟ ما أخذه هون، تمام؟ بتعمل إكوليبريم للفورس ومين؟ للمومنت، خذ هسا عندك إفع ثنين هون طالعة، وهون عندك إفع ثنين نازلة معناتو أكيد في عندك هون لازم تأصير إكوليبريم في عندك إنتيرن الفورس، قداش مقدارها؟ هاي إفع ثنين، تمام؟ نفس الشي، خذ هون وخذ إنتيرن المومنت، هاي مومنت المومنت ها شو بتساوي؟ وتكون تكافئ الإفع ثنين هاي في الإكس كاملة، صح؟ أسا أنت خذت الكاتتون واعتبرت هاي المزافي كلها إيه؟ كلها إكس، فأنت شو عندك المومنت؟ الإكسترنال المومنت عندك إفع ثنين ضرب إكس، مزبوط، بتعمل روتيشن بهذا الاتجاه، صح؟ والإفع ثنين هاي كيف تعمل المومنت؟ بتعمل براكسيك، فبالتالي التوثل مومنت اللي عندك هون اللي بيقابلها، شو بساوي؟ بساوي إفع ثنين في إكس ناقص إف في إكس كاملة ناقص إكس على إلع ثنين، فاهمين هاي جماعة؟ أو لا أعيدها؟ يعني أشرحها بتفصيل؟ شباب، واصل، 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 كيف كان؟ إحنا ماثبتينه من الجهة اليسار؟ عشان مفوض يكون الـ clock-wise مو counter clock-wise rotation، بتاع الـ F شوف انت افرضه زي ما بدك، انت قول انا فرضته بهذا الاتجاه، ماشي؟ هسا قول انا بدي اعمل summation of moment يساوي صفر، كيف الانتجاه البدك هي تأخذ موجوبة وسالب؟ خلنا نقول انت بدك هذا الاتجاه الموجب مثلا، ها؟ ها الاتجاه الموجب، شو راح تقول؟ راح تقول عندي F على ثنين في إكس، هاي الـ F على ثنين مش تعمل؟ طبعا انت وين خلتتو؟ خلنا نقول summation of moment، خلتتو عند النقطة هاي، عند السكشن هون، ماشي؟ فأنت عندك F على ثنين في إكس، مظبوط هاي موجبة سالبة، بناء على الأسمشز تبعنا، موجبة صح؟ ناقص، الفورس هاي، راح تعمل إيش؟ راح تعمل عكس الاتجاه هذي اللي فرضناه بالمعادلة هون، صح؟ سيكون ناقص F، قديش المسافة هاي من هون لهون؟ ستكون عبارة عن الكامل، اللي هي إكس كاملة ناقص نصف بيم، ناقص إلا على ثنين، فهي F في إيش؟ إكس ناقص إلا على ثنين، طيب زائد M ولا ناقص M، اللي هي خلنا نقول الإنترنال، سميها M إنترنال إذا أنت يعني مثلاً حاب، زائد M إنترنال ناقص ناقص M إنترنال وتساوي صفر، فأنت خذها على الجن مباشرة، وخلص، إيش؟ وتساوي الإنترنال مومنت مباشرة، صح؟ نحط ناقص المومنت إنترنال يساوي صفر، أو خذ المومنت لحالة، فبطل عندك المومنت، هذا مقدارها، هاي المومنت، هاي أنا فرضت اتجاهيك، هذا الاتجاهلي فرضت، أنا موجب ولا سالب؟ انت فرضت سالب، سالب، لا، Holding Water هايو مالكو جماعة، موجب، آه، المومنت، أوك، حال، ما تقول هنا؟، من بناء على هذه الحكيمة، الشير هذا ليس جميل سالب هنا؟ سالب، ده، سالب، ده، سالب، نعمل Rotation Counter كويس، فهو سالب، فعندك ناقص F على 2، لما X من L على 2، لحد إيش؟ لحد L، والمومنت، شو بتقول؟ المومنت بتساوي F على 2، X ناقص F X ناقص L على 2، على الرانج كامل من X من L على 2، لين؟ لحد L، صح؟ دكتور، نعملنا Share Moment as Equation دكتور، طب سؤال لو سمحت، هسا ال Definition اللي حكيناه انه Holding Water، وانه الشير بلفها clock wise، هاد يعني ما بصير التزم فيه بكل اشي، وخلاص، ولا بس للإنترنال؟ تلتزم فيه بكل اشي؟ يعني انه خلاص، بس لس آه، هذا concept of bending moment، يس، يس، رح نأخذ تفاصيل كثير إن شاء الله، بس إجمالا الحكي رح يظلوا زي هيك طيب، طب دكتور، انت قلت لنا على الشير، اننا خلاص نعتمد اللي clock wise موجب، والكاونترا clock wise سالب، طب المومنت تشيش زيك نعتمده خلاص، ولا ألفاظ اللي أنا بفرضه بداية المعادرة؟ مالكو بش سلايد اللي قابلي شو اتفقنا هاي ها، وان الشير بعمل روتاشن كل كويس موجب، اذا بعمل روتاشن كاونتر كل كويس سالب، البندنج مومنت، اذا هولدنج ووتر موجب، وإذا هولدنج ووتر سالب، لنخلص النقطة هاي، طيب، هاي طريقة السكشن، هل هاي طريقة السكشن سهلة ولا صعبة؟ يعني لو جيت مثلا، ضربت لكم مثال، خلينا مثلا نحط سلايد هون، لو جيت مثلا، هاي، هاي، هاي نيو سلايد، لو جيت قلت لكم أنا عندي، كانت ليفر بيم أو بيم هيك، فيه فورسون، فيه فورسون، فيه فورسون، فيه فورسون، يجب أن تزيد طويل شوي طويل وقل فيه كمان مثلا، فورسون، ماش الحال؟ كم فنكشن رح يطلع عندك للشير؟ خلينا نقول مثلا هاي 1 ميتر، هاي 1 ميتر، هاي 2 ميتر، هاي 2 ميتر، هاي. ستقول عندي shear تساوي تفتح كامل راح تقول بتساوي مثلا قيمة معينة لما x اكبر او ساوي صفر واقل او ساوي ايش واحد متر وفي عندك x من الواحد متر لحد ايش لحد الاثنين متر وفي عندك x من الاثنين لحد ايش الاربعة وفي عندك x من الاربعة لحد ايش الاربعة لستة ستة كم فقشين واحد اثنين ثلاثة أربعة فقشين تمام المومت نفس الشي عندك كمان ايش أربعة فقشين Hail عندك أربعة رانجز للشير وعندك أربعة رانجز للمومنت لما تيجي تعمل AI ثيتا تكامل المومنت شو رح يطلع معك؟ رح يطلع معك كمان أربعة صح؟ ولما تطلع الاليستيكير في الAI وي شو رح يطلع معك؟ فرضو رح يطلع معك أربعة رح تكون المسألة شو ما لها؟ طويلة جدا مرهقة فالناس مشان هيك بتلجأ للطريقة الأسهل اللي هي شو هي طريقة الشير مومنت دي جرام هاي مثلا مثال على تقريبا زي الديسكيشن اللي حكيت هون على السلايد هاي حسا إذا انا عندي شير مومنت دي جرام ممكن ببهس سهولة هاي دكتور سؤال السلايدات هاي نازلة على الموديل؟ لا هاي تبعيت مادة لسترينكس بتبعطي كيام عندي ايش مشكلية يريد دكتور؟ خلص بزودك فيها طيب هون عندي مثلا عشرين كيلو نيوتن عندي هون أربعين كيلو نيوتن عندي رياكشن عندي بي وعند رياكشن عندي هش عندي طبعا حسب الرياكشن بناش نقعد نضيع وقت عليهم فطلعت عندي عند البيه ستة واربعين كيلو نيوتن عند الدي قدياش اربع عشر كيلو نيوتن تمام؟ كيف تيجي بتعمل شير مومنت دي جرام؟ إذا بدكو نمسحها ولا بنعلم عليها تعليم أول شي انت بتبلش دائما نين؟ انت بلش من اليمين لليسار أضمن شيء حكينا المرة الماضية بناء ع الدفنشن الشير إذا انت بلشت من اليمين لليسار بصير تطلع مع الاكسترنال فورس وتنزل مع ايش مع الاكسترنال فورس التفكين عليها هاي؟ يعني لو واحد بلش من هون حس انا هون الار دي عنديها موجب ولا سالبة هون الار دي اربع عشر كيلو نيوتن هيك عم فكرة تجاه هيك ايه اربع عشر ايه اربع عشر كيلو نيوتن تمام وهون قدياش عندي؟ 6.40 هون عندي 6.40 كيلو نيوتن حس لو واحد اجي بلش من اليمين لليسار عند نقطة الصفر بيطلع ولا بنزل؟ بنزل لا بدي ينزل صح؟ يبديك تنزل من هاي الرسمة نازلة صح معناتك انت مشان تطلع مع الاكسترنال فورس وتنزل مع الاكسترنال فورس بدك تبلش من اليمين لليسار دائما تمام؟ فانت بتبلش من الصفر الفورس هاي عندك عشرين نزلت شو بتساوي انت؟ تروح بتنزل عشرين صح؟ تظلك كونستانت لحد هون هون قدياش بلك تطلع؟ 46 46 اذا انت من ناقص عشرين وطلعت ستة واربعين عناتك صفيت قدياش؟ من ستة وعشرين هاي بتغير عليها اشي من هون لهم متغيرش عليها ولا اشي هون ترجع تنزل قدياش؟ أربعين فانت على الموجة بستة وعشرين انزل أربعين بتصفي قدياش؟ ناقص أربعة عشر صح؟ صح ناقص أربعة عشر بيظل مستمر عندك لحد وين لحد هون هون بتسكر حسنا؟ خدا؟ اصل الوحيد بتعمل المومن دياغرام هون نفس الشي المومن دائمين بتبدأ؟ ألو شبابين بتبلج دائمين بمومن مقا ثوراً يمين بتبلج دائمين من الصفر هون هل يجبن تكامل المومن 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 في الصفر؟ هيا عبر عن هة هم اش ه موجبة هاي ثالب وهي موجبة وهي هاتش دائم هل سالبة إذا سالبه سالبه معنات الوحيد تبع منوه متناقص متناقص لحد المستطيل هذا كامل يعني لحد النقطة هاي مثلا طيب كيف بنزل هيكا؟ يكون كون كيف أب ولا كون كيف داون ولا ستريث مين صح هذا ولا هذا ولا اللي بالنص؟ ليش صح؟ ليش هو اللي صح؟ يعني أصلا هذا الـ variation تعه constant يعني إذا constant يعني أنت قاعد تقول المشتقة الثاني للمومنت constant شو يعني لما تكون المشتقة الثاني constant؟ يعني نسخة مصد قيم الـ function linear صح؟ linear مشان هيك نطلعنا linear نفس الشي هون هاي موجب معنات الـ function متزايد طب قديش القيمة هاي اللي نزلها انت نزلت لحد النقص 50 ليش 50؟ لأنه عندك المسافة 2.5 ضرب العشرين فخمسين هسا قديش بدنا نطلع؟ بدك تطلع 26 في ثلاث صح؟ اه اللي هي المساحة هاي هون 26 في ثلاث قديش؟ 78 وانت عند الناقص 50 تطلع لهين؟ 28 زيد عليها 78 بتوصل 28 أكيد هاي لازم تقفل معك للزيرو شو بتجي بتقول هون؟ بتقول عندي الـ area هاي برضو متناقصة 14 فيش في الثنين في الثمانية وعشرين سكّرة إذا ما سكّرت شو بكون عندك يا جماعة؟ في خطأ فوق في خطأ في حسابات الـ reaction غالباً أو في حسابات الـ تمام؟ هاي الطريقة سهلة هسا لو جد قلت لك أوجد لي قيمة الـ stress عند النقطة هاي هاي خلي نقولي بتبعد من هون لهون قديش؟ ماذا؟ ّكس متابعين معي ها؟ أهم ثلاثة متر ون�를 أوكي عند النقطة هاي تعرفت exam потер hormone للـ stress عند النقطة هاي انا عمّ High شو بتساوي السيجما شو بتساوي؟ مَ سي على آي صح؟ أه يعني الـ space في القصد أنك بكل توجد الـ moment طيب ال moment عند الثلاثة ونص tenían قديش؟ انزل من هون مثلا ، Seitبوست قيم نقول عن سواه mari ثلاثة وتوجد توجد أين هنا؟ مثلا عنده نقطة هاي. القصد انه الرسم بصير متعب شوي يعني وكتحسب عنده النقطة هاي بدك تكسر تعملي اشتشابه مثلثات لحتى تقدر تعرف قديش المومنت اللي موجوده هون صح؟ او. بينما لو انا معطيك ايه function M as a function of X رأس مالها بتحط X بتساوي ثلاث ونوص تطلع معك جواب المومنت صح؟ مصلت؟ فالقصد انه الشير مو من دي جرام سهل الى حد ما بس انت اذا بدك ايه اسهل طريقة ايش؟ طريقة رياضية طبعا هذا الشير كفنكشن كيف حيكون؟ رح يكون عندك ال V بساوي ناقص 20 وبساوي 26 وبساوي ناقص 14 طبعا على الرنج من صفر لحد ايش؟ لحد الثين ونص وهو هنا من الثين ونص لحد خمس ونص لنهاية ال beam اللي هي سبعة ونص صح؟ يعني هذا نسميه discrete function ليش نسميه discrete؟ لأنه له اكثر من range صح؟ له فترات له range له range يعني عندك اكثر من function المومنت طبعا رح تكون تقريبا بنفس هذا الشكل مين احسن عملها زي اعملها المومنت بهذا الشكل ولا على الرسم؟ احيانا فيه بكون الرسم اسهل و احيانا بكون ايش؟ هذاك اسهل طيب الطريقة الاولى ذاكرينها شو قلنا عنها الطريقة الاولى؟ طريقة ال section خذ cut tone تعرف قديش مقدار ال internal share وقديش المومنت خذ cut tone وخذ cut tone نفس الشي هاي طريقة ال section يعني احيانا بتكون بس مجرد انه الواحد يتأكد من حله فقط مش انه يحلها حل كامل ماش الحال؟ طيب الخلاصة يا جماعة انا هسا عندي ثلاث طرق وين قلنا الثلاث طرق؟ اه ش شلتم انا؟ ثلاث طرق الطريقة الاولى طريقة ال sections طريقة الثانية طريقة ايش قلنا؟ بتتذكروا؟ Activation عادة طريقة unation طريقة الثالثة singularity حسنا خلينا نشوف التم放rikation مثلا phone مثلا هذا مين اسهل ان اشتغل فيه؟ رسم أو section او drawing هذا اسهل ايش ان اعمل فيه section يعني لو انا اخذت cut tone او حتى مش section شفتها شفتها بلغطة هذا شو احسن طريقة اخذي جماعيك الصوت كويس؟ اه اه خيب قداش اللي QX عنده بتساوي؟ W في ال ناقص W صح؟ ناقص W صح؟ اه مضبوط؟ اه خيب ال V في X شو بتساوي قلنا؟ ناقص W X ناقص W X فقط؟ زائد C زائد C زائد C انا بقدر ال C مباشرة اعرفها عارفين كيف بقدر اعرفها؟ بالمثاء من الانتخاب خليها زائد C بس انا شو عندي معلومة معينة اللي حتى اوجد ال C سميها C1 شو المعلومة اللي عندي اياها؟ عنها تقراف بعرف الشير عند ال X بتساوي صفر شو بتساوي؟ صفر صفر على فرض هذا اسمه مثلاً R A ها هذا اسمه ايه؟ R B مش صفر هاي بتساوي لا ما بتساوي صفر المومنت قلنا المومنت زيرو اللي هي شو بتساوي بحالتنا هون؟ بساوي W في L على اثنين صح؟ فبالتالي C1 شو بتساوي؟ عوض حتى تقول صفر زائد C1 بساوي WL على اثنين فالC1 بساوي WL على ايش؟ على اثنين صح؟ مضبوط يا جماعة؟ اه شباب تبعين معي ومش تبعين معي؟ اه بكتور معك هذا كله مراجعات يا شباب طيب بالتالي المومنت عندي شو بتساوي المومنت؟ تكامل المومنت هي تكامل الشير هسا خلينا اشطب C1 هون واقول اللي هي X زائد WL على ايش؟ على اثنين تمام؟ اللي هي هاي صارت عندي ايش هاي الشير المومنت عبارة عن ايش؟ ثالب W في X تربيع على اثنين تكامل في X فهي عبارة عن ناقص WX تربيع على اثنين زائد WX على اثنين زائد X زائد X C2 C2 قديش؟ المومنت عند الـ X بتساوي صفر شو بتساوي؟ صفر 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 ما فيش دسكرية فونكشن خلنا نقول كل ياتو بمعادلة واحدة فبتطلع بطريبة التكامل كاملت الكيو طلعت ال V كاملت ال V طلعت ايش؟ طلعت المومنت بس خيل لو كان في عندك فورس هون عندك فورس هون عندك فورس هون عندك مثلاً ريكشن هون كمان رولر هون كم فونكشن مصير عندك؟ رينج اثنين وهاي ايش؟ ثلاث رينج أو أسف أربعة ورنج من هنا واحد وهي اثنين لهن ومن هنا لهن ثلاث ومن هنا لهن أربع رنج تخيل لما تكامل الـ Q سيطلع عندك الـ V كم كونستان تصبح عندك؟ أربعة لأنه السيغمنت الأولى تكامل الـ Q و تقول زائد C1 والسيغمنت هاي تقول زائد C2 وهي زائد C3 وهي هاي زائد C4 لما تكامل الـ Shear للمومنت برضه يطلع عندك أربعة كونستان ولما تكامل المومنت يطلع و هكذا فنصر مسألة ما لها معقدة كثيرا لكي الناس تلجأ لحل شو نسميه نسميه اللي هو Singularity ونروحنا على المعادلة هاي الحل بلجأ لأشي بسموه Singularity Function شو مفهوم Singularity Function؟ خلينا بس مبدئيا خلينا نحكي على سلايد فاضي هاي خلينا نعمل سلايد هاي نيو سلايد نحكي هس عن إياش عن السنجولاريتي هاي شوه Singularity Function؟ هاي Singularity Function تمام؟ Singularity Function يا جماعة شغلته جدا سهلة وحلوة بقولك أول شي هم بحطوا له قوس زي هيك بتقولك اكس ناقص اي القوة ان هذا شو بساوي؟ بساوي اكس ناقص اي يعني القوس السنجولاريتي بتحول القوس عادي اي اذا كنت بتحكي عن قيمة اكس اكبر من اياش؟ اكبر من ايه؟ واذا كنت بتحكي عن اكس اقل من ايه قد يش تكون قيمة هذا الفنكشن؟ بضربه بسالب زيرو تمام يا جماعة؟ هذا قيمة اياش؟ قيمة السنجولاريتي فنكشن تمام؟ يعني انا لو لو جبت لك شير دي اجرام شير دي اجرام حسا لو قلت لك قيمة 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 خان اقول 2 متر. وهاي الـ QX قديش بتساوي? خان اقول بتساوي 7 كيلو نوتن لكل متر. اوكي? لو قلت لك انت حطلي الـ QX كـ as a function. شو راح تقول لي الـ QX شو بتساوي? راح تقول لي الـ QX بساوي صفر. هون قديش الـ Distributed Load هون? صفر. صفر صفر. يعني عند اي نقطة من صفر الـ 2 قديش الـ Distributed Load صفر صح? صفر. راح تقول لي الـ QX بساوي صفر لما X اكبر او يساوي صفر لحد وين? الـ 2. لحد الـ 2. ولما X اكبر او يساوي اثنين واقل او يساوي 5. قديش الـ Distributed Load عندك يا? 7 كيلو نوت. 7 كيلو نوتن. تمام? ياش? وش 7 بيكس? وش سامعك? وش 7 بيكس? اه اه اي دا تحسبينك معادلة. 7 كيلو نوتن. لا لا لا. سأكبر عن Distributed Load الـ Q ومش عن الـ V جماعنا. اخر سامع. سأكبر عن الـ Q. ماش الحال? انت راح تقول لي هكي الفنكشن. بتقدروا انا هسه الفنكشن عندي عبارة عن كم range? 2 range صح? طيب بقدر اعمله باستخدام Singular function range واحد. اقول طيب ما هو الفنكشن متى بلش? متى بلش الفنكشن? بعد الـ 2. بعد الـ 2. فأنا بقدر اقول بكل بساطة الـ Q of X شو بساوي? ساوي X ناقص 2. آسف دقي. خلينا بس امسحة يقبليها. ساوي 7. حط كل مثلا كيلو نوتن. مضروب في ايش X ناقص 2. القوة قدياش? قوة 0. قوة 0. يعني تعال عوض. هس بنا على هذا الـ concept. عوض X أقل من 2. فانت هذا الفنكشن هنا. إذا شلنا N. هون. شل N هاي. فانت قاعد بتقول هون القوة 0. هون القوة 0. والـ A بدأ لها شل A الشيحط? 2. استعويضه مباشر صح؟ كمان. اي 2. هاي وهاي. اي 2. هسا لما يكون X ناقص 2. لما تتحدث عن قيمة X أقل من 2. قدياش تكون قيمة الفنكشن؟ 0. 0. لما كنت تحكي عن X أكبر من 2. قدياش قيمة الفنكشن؟ هي نفس بتحول القوة. بصير X ناقص 2. القوة 0. له تيرم هذا كله قدياش بساوي 1. فبالتالي تخيلوا شغلة الـ discretization اللي كانت موجودة ما عادتش موجودة عندي صح؟ ماذا حدث فيها؟ يعني ما عدتش احتاج اكتب اكثر من period يعني. period 1, period 2, period 2. صح؟ اوه. طب دكتور. طب دكتور. طب دكتور. ايش؟ انه ليش خبأينا على صفر الـ N؟ ما انا ما هو هذا عندي constant. انا عندي 7 كيلو نيوتن مالة constant صح؟ تمام. طيب. يعني انا لو جيت لك مثال اه كي بد احكي لك اياه لو بدنا نحكي عن الشير مثلا. لو بدنا نحكي عن الشير خلينا نحكي عن الشير بصير نحكي عن الشير. طب دكتور هي الـ N اصلا لشو شو رمز لشو بالضبط يعني. الـ N؟ اه. يجب ان تبور الـ N حسب انت شو بتلزمك؟. دكتور يعني قصدك انه الفترة من اكس اكبر على اثنين رح ضل نفس الاشي. فبخليها يعني زي واحد constant. هيك قصدك صح دك. مية 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 نعم اه 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 يس. شوف انت مثلا عندي انا function زي هيك. هذا constant ظل صفر. ماشي. وهون طلع linear. هذا الفنكشن خلينا نقول هاي القيمة قديش الـ slope هون. خلينا نقول مثلا ثلاث. اياس. خلينا نقول الـ slope قديش هون. مست. خلي خلي الـ slope مثلا ثلاث. ماشي؟ تمام؟ انت شو راح تقول؟ راح تقول الفنكشن تبعي. هاي الفنكشن تبعي هاي الفنكشن. function في اكس شو بساوي؟ صفر لما اكس اقل من ايش؟ خلينا نقول مسافة هاي من هون لهون. خلينا نقول اربعة متر وهاي المسافة كمان ايش؟ كمان اربعة متر. راح تقول قيمة الفنكشن قديش هون؟ عند اي قيمة بتختارها انتي؟ اقل من الاربعة متر قديش قيمة الفنكشن عندك؟ صفر. صفر. فأنت راح تقول هون صفر لمن قيمة الفنكشن من الصفر لحد الأربعة صح؟ وطيب ومن الأربعة لحد الثمانية راح يصبح عندك معادلة اللاين هذا صح؟ سأقول معادلة اللاين. تمام؟ معي جماعة؟ تمام. هاي هذا الفنكشن. بقدر أحطه بسنقليرت فنكشن ولا لا؟ اه اكس ناقص أربعة. فأنت بكل بساطة راح تقول الفنكشن هذ بساوي اكس ناقص أربعة. آسف. راح تقول الفنكشن تبعك. راح تقول الاف اوف اكس عندي بساوي ثلاث اكس ناقص أربعة. القوة قديش؟ واحد. القوة واحد مش القوة صفر صح؟ لأنه انت عند الاكس اقل من اربعة قديش قيمة الفنكشن هذا صاره؟ لينير. صفر. اقل من اربعة. اقل من اربعة الاكس بساوي صفر. اكبر من اربعة قديش الاكس بساوي. قديش القيمة القوس هذا بصير قوس عادي صح؟ فصار عندك الكيرب عبارة عن ثلاث اكس ناقص اربعة. تمام؟ دكتور العمارت صفر. الهاتين طلع 12 جواب. بيقل باقتران ثابت ببطل خط. اعطيكو بس خلك كيف تقرأ الفنكشن بعدين منحكي فيها. هسا بدي اشوف لو قلت لك انا عندي اف في اكس. يساوي. ثلاث. اكس ناقص واحد. قوة صفر. زائد. مين. اكس ناقص سبعة زائد ستة اكس ناقص خمسة تربية. هاي خليها مثلا عشرة. هاي عشرة. اوكي. قيمة الفنكشن لو جيت قلت لك او جيت لقيمة الفنكشن عند اكس بتساوي. نص. عند قيمة اكس بساوي نص. شو بساوي؟ بساوي. احق. هادة الفنكشن متى بشتغل? عند اكس قل من واحد. عند اكس اكبر من واحد بشتغل. عند اكس قل من واحد شو بساوي? 33. هادة الفنكشن متى بشتغل؟ اا geç فهمت. احق. عند اكس كفر من سبعة. ستغل عند الاكس اكبر من سبع. طيب كان عندي عند وبوينت فايف قميش فيها س� Seit BMWöt & حين Ian Ginr P اكس اكبر من عشرة معناته قيمة الفنكشن هذا كله قميش؟ صفر. صح؟ طيب خلينا نتجرب مرة ثانية. بدي عند الاكس بتساوي ثلاث. شو بتساوي؟ الاول كامل بشتغل عادي. الاول بشتغل عادي بتحول لقوس عادي. افهموا الحكي هيك. هيك اوضح صارت صح؟ اه. طيب. هذا كيف بتحول؟ تحول لقوس عادي فبصير عندك ثلاث اكس ناقص واحد. القوة قديش صفر. خليها صفر. هذا اشتغل عندي ولا بعد ما اشتغل؟ صفر. ما اشتغل معناته هذا صفر. وهذا واخر واحد ايش برضو ما اشتغل شو؟ صفر. فتحول هذا لقوس عادي صار عبرا عن ايش؟ قيمة الفنكشن عندي ثلاث. صح؟ طيب جرب عند اكس بتساوي ثمانية. او اثنين. هذا اشتغل وهذا اشتغل وهذا ايش؟ ما اشتغل. ما اشتغل. فالي اشتغل بتحول لقوس عادي بصير عندك ثلاث اكس ناقص واحد القوة صفر زائد اثنين اكس ناقص سبعة. القوة هذا كان قوته صفر. هذا قوته عادي. وبس. واخر واحد قدي ايش قيمته؟ صفر لانه ما اشتغل عندك قيمته اقل من ايش؟ اقل من عشر. شوف انت عرفت شو الوضح لك ولا ما عرفت شو الوضح يعني اول اول فترة شوف مع انه هذا انتراس مخط واحد فنكشن واحد عاملو صح؟ بس هذا بعبر عن اكثر من فترة. بعبر عن فترة اللي اقل من الواحد. وبعبر عن فترة بين الواحد للسبعة. وبعبر عن فترة من السبعة للعشرة. بعبر عن فترة من العشرة وفوق صح؟ ببكر سؤال ممكن نعرف نهاية الفترة من هدول؟ لا اكيد لا. لا لا. ما ما له نهاية فترة ولا. وصلت يا جماعة. يعني انت عامل معادلة خطر استقييم واحد او اسف يعني معادلة واحدة. سايل معادلة اعطتك اكثر من رينج. يعني هذا الفنكشن بدل ما تكتبه اف اكس. تساوي. لو بدنا نكتبه ايك ماني ولا كيف نكتب يا جماعة؟ راح تقول بتساوي صفر لما اكس. صفر لحد ايش؟ حد الواحد. وبساوي قديش بساوي ثلاث لما اكس من الواحد لحد ايش؟ حد السبعة. وبساوي قديش ثلاث في اثنين في القوس. زاد اثنين في القوس. ثلاث زاد اثنين في اكس ناقص سبعة لما ايش؟ اقل من عشرة يكون. لما إكس أكبر من سبعة وأقل من إيش؟ عشرة قل من عشرة وبساوي ثلاث زائد اثنين إكس ناقص سبعة زائد ستة في إكس ناقص عشرة تربيع يعني ما ظلش وسع لما إكس إيش؟ أكبر من عشرة شوف كمرين جواحة اثنين ثلاثة أربعة هاي المسألة ليش بيعملوها الناس هيك؟ بيقولك لا أنا أسهلين أعملها إيش؟ أعملها بشكل إيش بسميه singularity function زي هيك؟ وصلت الجماعة على الفكرة؟ آه آه دكتور بس بلا سؤال هس بالنسبة للباور نحن بنحطها حسب أول فترة ثاني فترة ثاني فترة ثلاثة 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 أنت لا تضع باوريزم نحن بدنا نشتق function من الزيرو هس بنعمل لنا أحلى function يعني عشان شايف في باور صفر وواحد واثنين التربيع لا أنا بحكي لكم أمثلين يعني ممكن يكون باور فور فايف بس أنه أنت تعرف تقرأ الفنكشن الفنكشن القوس هذا بتحول لقوس عادي إذا قيمة إذا الـ الـ إكس أكبر من اللي موجودة جوه القوس بيشتغل أقل منها بصير هذا القوس كله قيمة قديش؟ صفر صفر تمام؟ أظني أك شاء الله أوضح الحكيم طيب دكتور بس آخر واحدة بالفنكشن F of X بالله كيف كتبتها بس آخر واحدة اللي هي ثلاث زائر اثنين بـ X نقص سبعة آخر واحدة كلهم حولهم لقوس بكل بساطة لأنا كنت بدك تقيمة X أكبر من عشرة صح؟ كلهم تحولوا ليش؟ يعني هو نفس الفنكشن هذا بس تحول ليش؟ لقوس صح؟ آه خلاص خلاص طيب بناء عليه يا جماعة بدنا نحكي إيش؟ بدنا نحكي سؤال بس آه دكتور السلايد رقم عشرة آه عشرة هاذ؟ آه إذا كان عندي سيّاق دكتور الدستربيوشن شرح نعم ما شرحنا كنا بـ 13 آه خلاص تمام ما شرحنا بس بدك تأخذ كتون نفس الشي وبتطلع Q of X بتكاملها بتطلع V of X وبتكاملها بتطلع M X تمام بس Q X كيف بدك تطلعها؟ نسوي هذا نسوي فيها؟ تحبوا تسويها شباب ولا بلاش؟ نفس الطريقة دكتور بس هذا ما أنا أتوّل مثلاً لهو المربع تربية رح تكون مثلاً إلا على 2 بضرب فيها لا أضرب أنا بـ 2 أو 3 ضرب المسافة صح؟ أنت بدك تطلع Q of X الـ Q of X constant ولا متغير؟ تلاحظون الـ distributed load نفسه ما له؟ متغير متغير المسافة هاي كلها L طب المسافة هاي من هون إلى هون قديش؟ X X صح؟ فبالتالي ماذا يفعل عندك؟ ناقص لأنه لتحت سالب ناقص X على L في R في W نوت صح؟ أم صار عندك الـ Q X ساوي ناقص X على L في W نوت طيب الـ V في X ماذا يفعل؟ تكاملها صح؟ أضبوط ماذا يفعلون؟ معي جماعة وماذا يفعلون؟ ماذا يفعلون؟ معي دكتور معي تساوي ناقص W نوت على 2L في X تربيع صح؟ بس؟ أو كمان؟ زائد 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 C1 C1 قديش؟ لو أنا بعرف قديش مقدار الشير عند الصفر قدش الشير عند الصفر؟ طبعا W نوت في L طبعا هو وهذا كنت ليفاربين فأنت بتكون عامل لـ Equilibrium ممكن يكون تكون شيء مختلف دير بالكم صح؟ صح؟ يعني هذا السؤال وبالاصل عبارة عن Cantilever جزء موجود في سلادي اللي قبليه وعبارة عن Cantilever فعملنا لـ Equilibrium أوجدنا قديش قديش الـ Reaction Force وقديش الـ Moment فبالتالي C1 هي عبارة عن قديش طب هاي C1 موجوبة لسالبة؟ موجوبة لسالبة موجوبة لسالبة هاي موجوبة لسالبة هاي موجوبة موجوبة هاي موجوبة لسالبة موجوبة لسالبة موجوبة لسالبة لا أتحدث عن شير نحكيش عن الـ Moment نحكيش عالـ Moment نحكيش عن شير سالب هذا شير خلص ايه. ايش? بدورها كلك ويز صح? مخلص مولي. هاذا بدورك كلك ويز موجب? طيب. اه. هاذا اكسترنل ولا انترنل? هاذا انترنل. هاذ? اكسترنل. ايه اكسترنل. فانت لو قلت هذا الرياكشن عندك هون هيو. لهو دابليو نوت الا عثنين. اقباله هون بد يكون في عندك انترنل. هذا اللي بنحكي عنه. دابليو نوت الا عثنين بدي قابلها دابليو نوت الا عثنين هايو. هذا التجاهولة تحت صح? هذا اللي بنحكي عنه احنا بعمل رتيشن ولا ما بعمل. هذا بعمل رتيشن للسيجمنتيش. كلك ويز ولا كامتر كلك ويز. كلك ويز فهو يا شمو. انا بقول زائد دابليو نوت الا عثنين صح? اقب الام وفي اكس شو بتساوي؟ ناقص دابليو نوت على ستة. ال اكس تكعيب زائد دابليو نوت. العثنين اكس زاد ايش؟ او بالمرة زاد او ناقص ايبتك اياه. اقول زائد سي تو. سي تو قديش؟ ناقص دابليو نوت اكسترنل. 100 بلبي الـ C2 هي أصلاً لأنه أنا أعرف المومنت عند الصفر قديش المومنت W-NOT 0 0 0 سالب 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 W-NOT على ثلاث هاي مقدار المومنت طبعا المومنت لم يطلع عندي هذا الفنكشن زيك حلو يعني طبعا أكيد لو قلت لك أو تجد هون باستخدام الرسم تنزل الخط ودقيئ اسباب تقدر لأنه هذا الفنكشن هذا الفنكشن تكعيبي صح؟ فنكشن تكعيبي يعني ما بزبط تأخذ نسبة تناسب زي بتقولي تشابه مثل الذات وكذا ما بزبط فالحل تبعك إنك تعملوا إيش إنك تعملوا بس بهاي الطريقة ما عندك حل ثاني تمام؟ طبع بنرجع لموضوعنا يا جماعة وشو كنا نحكي احنا عن السنكولاريت فنكشن وين نحكي عن السنكولاريت فنكشن طبع بنرجع بسطلح هون السي لها المومنت بي كان عندي من الأصل ماسكها اللي هو فتبوينت صح؟ لو كانت الرياكشن لها ما بزبط يعني لو كان بس الرياكشن لفوب أو لتحيث ما بزبط فيها المومنت صح؟ وين؟ في النقطة هاي يعني هون في عندي مومنت هون لأنه كان طبيعة الرياكشن كنتي لعنوا فتنسبب لي صبع تمام مية بالمية هون لان عندك كنتي ليفر بشيء المومنت تجربem Bell Support ربما شي kupون المومنت هي الآن 500 مئة بالمية هاي ورد في هد Arbeitsight ممحا مما اقول عنه؟ غير النقطة blandية نثرت بحhed الرياكشن مش قبل شوي سوى ناجم مع هاذ؟ اه لما X من L على 2 لحد لحد L تمام؟ مشيك؟ بقدر اعمل باستخدام Singular Function ولا بقدرش اعمل باستخدام Singular Function نقدر بس نقدر بس نكون زفر نقدر لو اجيت قولت ال Function تبعي هو عبارة عن V of X انا بحكي عن هذا طبعاً ال V of X لو قولت ال V of X عندي يساوي F على 2 لانه بلشتون F على 2 تمام؟ ناقص F ال F هي متى بلشت تأثيرها؟ X ناقص الى 2 الى 2 الى 2 القوة قديش؟ قوة صفر قوة صفر واحد وصلت يا جماعة لا ليش قوة صفر قوة صفر قاعد يا جماعة قاعد قاعد بلشت legislature و circumstance و انت تؤثر من المد również من ن 효 gear فهلا مبينuan ساقص الى نانية مبينة نانية بس طبعا الم fique نفس الاشي. كيف الـ linear والـ constant نفس الاشي. احنا كنا نحط الـ function لما كان عندنا الـ distributed load. تعرف لو تطلع عليه الإشعة هاي بسحب من إشعة الدكتوراه يزم. كيف الـ linear والـ constant نفس الاشي. رام عليه. مش هيك. مش هيك قصدي. قصدي اني فرضاهم الـ 2 0. كانت القوة 0 بالـ 2. لا. لما نكون linear تكونش القوة 0 بالـ 2. طب لما كان. خلينا اكمل. بلله خلينا اكمل واذا ما فهمت شنك تعود تسألني. هاي قديش شو هاي يا جماعة هاي الشير طيب جربوا الشير بالله خلنا نجرب على المعادلة مش اتفقنا قبل شوي عملنا المعادلة اللي زي هاي جرب حطلي قيمة اكس مثلا عند إلا على أربعة إلا على أربعة هاي بظلها موجودة صح هاي بتكون شغالة بالله يا صح صحوماي بالله عليكم يعني أنا أحس بدون الشغال لأنها أقل من ما كانت الأقل من الأعثنين صح فبالتالي قديش قيمة الفنكشن عندك تحكي عن المرحلة الأولى اللي هي هاي صح طيب لو كان ال اكس أكبر من الأعثنين هل تتحول هذا تحول لقوه صح فإعمل اف عثنين ناقص اف في اكس ناقص الأعثنين القوة صفر اللي هو اف عثنين ناقص اف ناقص FF يعني هذا الفنكشن هذا سد عن عن التو فنكشن هذول تمام؟ تمام خلينا أعطيكم مثال طويل شوية اللي هي أعطيكي عنه عن المومنت اليوم رح نأخذها تسعة ونص غلقة يا جماعة يعني بدكت تتحملوا شوية دكتور طب مش هيكا صفت أنه بدي أحسبها متشعب بعدين أحولها إلى Singularity؟ لا يا زمان لا أنا بدي أشرح أنا أسلم أفرجك إياهون سهل جدا مباشرة طبعاً Singularity يعني؟ أه هنا عملناها قبل شوية مش فردناهم على ثري رينج قلنا الشيروف اكس شو بساوي؟ ثلاثة كل مسألة تحولها استنى أنا بدي أعمالها قبل ما أحولها ستة وعشرين وبعدين قلنا قديش؟ آسف مش ستة وعشرين قلنا أول رينج ايش بكون؟ ناقص عشرين وبعدين رينج الثاني شو بكون؟ أنا بدي أياكم تشوف الفرق يا جماعة بين السهولة بين السهولة وبعدين التشعيب بس هاي الفكرة ناقص عشرين وعندك ستة وعشرين وعندك إيش؟ ناقص أربعين ناقص أربعطعش صح؟ هاي شغالة من صفر لحد ثنين ونص هاي شغالة من ثنين ونص لحد قديش قلنا خمس ونص خمس ونص هاي شغالة من خمس ونص لحد قديش؟ لحد سبعة ونص صح؟ شوف كيف شكل الفنكشن زي تمام صح؟ طب بقدر أعمله على بدون ما تطلع على الأرقام هاي هاي بدون ما تطلع على الأرقام تمام ما بدش تشوف الأرقام هاي بالمرة بس أنا بدي أفرجي كل تبع الشير تيجي شو بتقول أنت بتقول أنا بلش عندي من عند الناقص عشرين من متى بلش تأثيرها؟ من الصفر الاثنين صفر الاثنين نوص عندما بتقول خلينا نعمله هون تحت انت راح تقول ماذا بتساوي؟ ناقص عشرين ما تبلش تأثيرها؟ ضرب من الصفر فيه داعي أحط الصفر؟ يعني فيه داعي أقول هيك اكس ناقص صفر؟ لا لا هي أصلاً من بلش اكس ناقص صفر صفر علي الاثنين بلش تأثيرها او ناقص عشرين من الصفر هل انت ممكن تعطيها قيمة للإكس أقل من صفر؟ لا لا فبالتالي هاي ما لهاش معنى أنك تحطها لأنه أكيد أنت أي قيمة راح تحطها راح تكون إكس أكبر من صفر فدائماً هاي راح تكون شغالة معك صح؟ طبعاً راح تحطها للقوة صفر فدائماً هاي القيمة قداش هتكون؟ ستكون كلها واحد صح؟ ففيش داع تكون موجودة أصلاً فهمتوا عليه الجزئية هاي جماعة؟ او عشرين بلش تأثيرها من الصفر انت راح تحط سينجوليرت فنكشن هيك تقولي القوة صفر صح؟ هل انت ممكن تعطيني قيمة إكس أقل من صفر؟ لا فدائماً هذا الفنكشن راح يتحول لقوس عادي طب إذا تحول لقوس عادي الباور الزيرو شو بعمل للتيرم هذا كله؟ واحد هل في احتمالي أن تحتار قيمة إكس أقل من صفر؟ أكيد لا لأنه البي ببلشش غير من الصفر فهاي معناته لو خليه تناقص عشرين بدون ما أضيف لها إشي بيكون كويس طيب زائد زائد الرياكشن اللي هون هاذ قديش قلنا هاذ؟ لو عند البي ستة واربعين صح؟ ستة واربعين ما تبلش تأثيره هاذ؟ إكس نقص اتنين ونص زائد ستة واربعين عند اكس ناقص الثين ونص قوة صفر قوة صفر ماشي؟ والاربعين ناقص اربعين عند اكس ناقص نمس ونص بلش تأثيره صح؟ خلصنا ولا ما خلصنا؟ القوة قديش طبعا؟ ستة هاذ الفنكشن بدل التو فنكشن اللي سويناهم قبل شوي وصلت؟ اه طيب بيجي واحد بيقول لي خلينا نطلع الممت الممت شوه الممت عبارة عن تكامل ايش؟ تكامل الشير صح؟ كل بساطة بتكامل هاي هاي ناقص عشرين اكس زائد ستة واربعين اكس ناقص ثين ونص لما نتكاملها شو بتصير؟ القوة صفر شو بتصير قوة ايش؟ واحد هو واحد ناقص اربعين اكس ناقص خمس ونص القوة قديش؟ اينا كانت تون قوة صفر صارت تون قوة ايش؟ واحد واحد زائد ايش؟ زائد سي ون صح؟ تيني هل تبعين مع اي جماعة ولا لا؟ اه زائد سي ون طب سي ون قديش؟ دقيقة سي ون قديش؟ عندي صفر في عندي اشي عندي صفر بصفر كل هذول هون قديش معنات هون؟ معنات مش موجودة صح؟ طيب لو جيد قدتلكو انا اعطتك الفنكشن هاذ قدتلك اوجد قيمة المومنت شوف الفرق بالصعوبة والسهولة بين هاذي جماعة وبين هاذ قبل شوي قدتلكو بالرسم انت بجو تستسل الرسم قدتلك اوجد لي عندي ثلاثة متر ونصف مش قبل شويها قلنا؟ او قدتلك بالرسم شو بدك ساوي بالرسم هون؟ تشابه مثلثات تشابه مثلثات او وقت تعمل تشابه مثلث بين هاذ وهاذ لتوجد قيمة المزافي هاي اول شيء من هون لهون دكتورت ممكن تلزمني بطريقة مثلا؟ بعد انت رجع تعمل يس اه سيقورتي بلزمك فيها بعد انك تعمل تشابه مثلثات هون طيب هذا الفنكشن بكل بساطة هايوا عوضوا مباشرة هسا عوضوا عند الثلاثة ونصف عند الثلاثة ونصف شو بصير عندك؟ هاي ناقص عشرين في ثلاثة ونصف طيب قول والله انا بدي المومنت عند الثلاثة ونصف شو بساوي جماعة؟ ناقص عشرين في ثلاثة ونصف هاذا شغال ولا مش شغال هاذ؟ شغال 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 زائد ستة واربعين وهذا كان مش شغال اخر طيب تحول لقوس عادي هاذ اكس ناقص او خلنا نقول مش اكس احنا قولنا ثلاث ثلاثة ونصف ناقص ثلاث اه ناقص ثلاثة ونصف واحد بس وهذا ما له هاذ داخل بالشغال عندي ولا مش داخل؟ لا لانه اكبر من خمس ونصف مش داخل بالشغال فمعناته انا عندي الجواب ناقص عشرين في ثلاثة ونصف زائد ستة واربعين كل بساطة هاي قيمتي اش؟ الممت طيب ناخد مثال احكي؟ اه واحد يحكيه جماعة ايش احدي واحد يحكيه جماعة ايش طب الشباب اتأجلوا الاسئلة خلنا احل المثال الجنرال بس خلين احكي اخر فكرة احل المثال الجنرال إذا اظل الكم اسئلة بتسألوني بصير ماشي الشباب أنا عارف الموضوع هيك عن بعد بقوص صعب شوي. حس لو أنا عندي لو عندي قبل شوي حلينا قبل شوي. حلينا قبل شوي. لو كان عندي بس هذا مش مكمل للأخير. جيد. يعني هذا خل نقول مسافة من هون لهون. هاي مثلا خليها ون ميتر. خلي هاي كمان ايش. حس الفنكشن عندي احنا شو بنقول بدخل تأثير او ما بدخل تأثيره صح؟ يعني لو اجيت قلت هذا خل نقول مثلا بدك ياخلي سبعة كيلو نيوتن لكل متر. فلو اجيت قلت لك الكيو شو بساوي شو راح تقول لي انت. راح تقول لي بلش تأثيره بعد الاثنين صح؟ فرح تقول سبعة اكس ناقص اثنين القوة صفر صح؟ وش بلش تأثيره بعد الاثنين؟ هيك انا سكرته يعني هيك عادي ما هو خلس بنصف يعني. طب ما انا قاعد بحكي انا قاعد بمهد للحكي. احنا مش هيك حكينا انه بلش تأثيره بعد الاثنين. بس هذا الحكي الفنكشن ما في نهاية. يعني هذا السنجولاريتي بقول لك قبل الاثنين هذا التيرم صفر. بعد الاثنين هذا التيرم بتحول لقوس عادي. طيب ما هو هذا الفنكشن عنده انتهى بعد بمتر. شو بده يساوي؟ عناته هاي الرسمة بتخيلها عبارة عن رسمتين. بتخيلها عبارة عن كيرف كمل لحد هون. طول ثلاثة. كيرف ثاني هاش. كيرف ثاني هون. وصلت. لان انا ما بقدر اتحكم بنهاية السنجولاريتي. هذا الحال لا يكفي. فانا شو بدي اساوي. اذا الفنكشن له نهاية بتخيله كأنه مكمل للأخير. وبعمل واحد ثاني بطرحه منه. وصلت. هذا الفنكشن بتخيله كأنه من هنا سبعة كيلو نيوتن. بلشت من عند الاثنين بس ما خلصت ضلت لآخر البيم. زائد واحد بالعكس مشان هاي تنطرح مع هاي. وأطلع انا لاغي المنطقة اللي هون. وضحت عندي الكيو في اكس بقدر اعمالها لمين. الكيو في اكس بعمالها لهاذ ولا مين ولا هاذ. فالكيو اكس لهذا شو هو عبارة عن ايش. سبعة اكس ناقص اثنين صح. ناقص سبعة في اكس ناقص ثلاث. نا. ناقص لانه هذا سالب. ناقص سبعة. سبعة. اكس ناقص ثلاث القوة قديش. وصلت. ما بقدر اتحكم بنهايته فباضطر انه بافترض ان اكمل للنهاية. وفي عندي واحد ثاني عكسه. بعد فترة معين اكمل للنهاية فبص بنطرح من بعض بصير عندي الشكل هاذ. هذا طبعا تمهيد للسؤال الجنرال اللي انا بدنا بدنا نحكيه اليوم ان شاء الله. اللي هو السؤال اللي بعدش انا نقلته هون ولا موجود بسلايدات هاي. هاي وموجود بسلايد هذا. هذا اللي كنا بنحكي فيه المرة الماضية. بس خليني حطه هون. هذا السؤال السنجولير. خلينا بس احول الشير. مالنا. هاي. بانت عندكو? طيب. هذا بنا نعملي جماعة باستخدام طريقة السنجوليرتي. اوكي؟ نعم. باستخدام السنجوليرتي بنبدأ بايش؟ كيو في اكس. كيو في اكس شو بساوي؟ حس حلينا. ناقص واحد ونص. ناقص واحد ونص صح؟ ناقص واحد ونص. من متى بتبلش التأثير هذا؟ من من بوينت سكس. من بوينت سكس. قوة صفر. ايش كمان؟ واحد ونص. هذا لو وقفت انا زيك قلت هذا الكيو تبعي يكون هذا بيشتغل بعد البوينت سكس بيشتغل لآخر البيم. بس انا طبعا عندي ما اشتغل هو لآخر البيم. اشتغل ونص. في اكس ناقص قديش؟ واحد وثمانية. فهي تبالي ما تفهموا علي. ايها قديش هي صفر. تمام؟ تمام. طيب. الفيو في اكس. او خلينا اكتب الفيو في استحت اوسع. هون. الفيو في اكس ما تساوي؟ الفي هي تكامل لكيو. وشو في عندك شير موجودة هون؟ وصلت؟ قوة واحد. قوة واحد. قوة صفر بصير قوة واحد. زائد واحد ونص. اكس ناقص. القوة واحد. خلصنا. خلصنا الفيو. بس تأثير الفورس. تأثير الفورس ما اخذته صح؟ يعني انا كاملة الشير بس تأثير الفورس لانه هيكون عبارة عن كونستنط بالالكوشن. شو بكون؟ زائد. 2.6. هاي 2.6 هاي تأثيره صح؟ هاي من ما تبلش تأثيرها؟ الصفر ما اخذيش. الصفر ما قدر اخذيه. اكس ناقص صفر القوة صفر بتقدر تعمل هيك. الكتاب للأسف كتاب الديزاين بيعمل هيك. اكس معرفش ليش بعمل هيك. عنه هي يعني redundant مالهاش داعي. فانت خليها هيك. طيب. ناقص. 1.2. 6 ناقص. 1.2. 1.2. هاي متى تبلش تأثيرها؟ 1.6. 1.6. في ايش؟ 6.6. 6.6. القوة قدياش؟ هو صفر. تلاحظ في عندي الباور. إن من هنا ايش الباور واحد و ايش الباور ايش؟ صفر الباور واحد لانه كاملتها من الكيو صح؟ والباور صفر لانه انا كردت انشغال عليها. في عندي فورس ثانية؟ لا. البيت. لا عندي نهاية الفترة بتيج تحصيل حاصل. يعني انت لما تيجي تقول له هو مثلا زائد اللي هي رياكشن عندي بي قد ما تطلع. شو راح تقول له اكس ناقص ايش؟ ال اللي هي حسب طول البيم كامل. صح؟ انت راح تيجي تعوض عند اكس بتساوي ايش؟ ال. يعني هذا الفنكشن ما بشتغلش غير وين؟ شاوبني؟ هذا. بيكون البيم كامل. عند اي اكس اقل من ال الفنكشن هذا مششغال. وبالتالي هو يعمل بس على نقطة ال اعني ال ال اعني ال اعني ال اعني ال الالمح Random Reaction فا meetings not have the reaction فلا نوجد اعي تحددها اصلا. هي بتطلع أوتوماتيك من خلال ايش؟ بصلت يا جماعة؟ ام. خلصنا ال Moment شو بتساوي일� Moment؟ بدون ما تطلع دون ما تتطلع. بتكامل ل «V» وبعد ما تبلش تulent ايد است مشاب Gandhi جمع they exist empress thought of. الـ Q، تمام؟ لم تتمنى الـ Q. عندما جئت على الشير، كاملت الـ Q و دورت تشوفي عندك external forces. الآن ستأتي على الـ moment تتكامل الشير و تشوف شو عندك external S. external moment. فأنا ستأتي بتكامل الشير و راح تقول ناقص واحد ونصف على 2. X ناقص 0.6 القوة 2. زائد واحد ونصف على 2. X ناقص 1.8 تربيع زائد 2.6 X ناقص 1.2 X ناقص 1.6. تمام؟ كل السفر طبعاً هون صار الـ power X واحد. خلصنا ولا ما خلصنا؟ ما خلصنا. فيي external moment. في عندك إيش؟ في عندك external moment فالـ external moment تتدخلها. مو جوب ولا سالب هي؟ سالب. حكينا فيها المرة الماضي صح؟ فهي سالبة. سالب. في مقدارها؟ 1.4. 1.44 طبعاً متى بدخل تأثيرها؟ dellX اكبر من. XX ناقص 2.8 عندي. الثوسينوستة بالعشر صح؟ ة القوة آج سفر هذا هو مقدار آج؟ són ال moment انا بتمنى منكو واحد يعمل يعملها باستخدام التقطيع هذا اللي قلنا عنه قبل شوية يعمل الفيه تساوي ويعمل الرينج الأول الرينج الثاني الرينج الثالث الرينج الرابع ويعمل المومنت رينج الأول الثاني الثالث الرابع نشوف الفرق بين هذا وبين أيش بين السنجولاريت فونكشن راح يلاقي انه الفرق كثير كثير مختلف تمام؟ سنجولوتي أسهل كثير كثير أسهل طيب نعطيك تفز هس شفوي شو رايكو؟ لا مش أسهل دكتور ننزل بالله عليك دكتور هذا يوم الثاني غير عشرين زبون عنه اليوم بلس العدد يتناقض آه دكتور الله وكير على المشهول ياش في مجال ترجع المثال قبل لو سمعتني شهض اللي قبله قبله على السلايد الثاني طيب دقيق خلينا نشوف بيظل عندي إشيوها مظلش عندي إشيوها خلينا نقول بالنسبة للسنجولارتي طيب ماشي خلينا نعمل نغير الشير يعني هاي شير هاذ؟ أنا أحذف هاي بس دقيقة أحذف هاي مشان ظل عندي وسائل الشير شو بساوي الفي ناقص عشرين زائد قديش زائد 46 46 ما تبلش تأثيرها 2.5 قوة قديش 0 ناقص 40 40 اكس ناقص 5.5 وصفر بيجي واحد شو بقول بيقول أنا بدي أقول زائد ايك 14 14 14 متى تأثيرها اكس ناقص بسبعة ونصف القوة قديش صدع هذا اللي بتسأل عنه صح؟ اه افتح صد قرآن بكيف اه شباب هذا اللي بتسأل عنه انت اه اه بببدك طايم جرب عند الاكس مثلا ثلاث هاي بتشتغل التيرما هذا بشتغل عندك اه مش رح يشتغل ابدا صح صح طايم متى بشتغل عندك اذا كانت اكمر من طول البيم فبزبطه اصلا فيش عندي غير طول البيم طيب يا سيدي عن طول البيم نفسه اكزاكتلي عن طول البيم قديش مقدار الشير عندك صدر ما رح يشتغل ما رح يشتغل لانه اخر واحد بالرسم اذا انا بتتذكرها نازلي هيك بعدين طلعت لستة وعشرين بعدين نزلت لاربعين وبعدين نضحت لنقص اربعة عشر مسكت اه فلو انا سألتك هون قبل البيم بلحظة صغيرة بتكون ناقص اربعة عشر صح طيب عند البيم نفسه الناقص اربعة عشر بتتسكر للصفر منه يتحقق الاكوليبريا صح صح فهاي ما لهاش تأثير يعني اذا حطيت هيك ما بقولك ايش غلط ولا بقولك عندك ايش غلط زي ناقص عشرين هاي اكس ناقص صفر القوة صفر مش غلط يعني هاي ما لهاش داعي والتيرما هذا كامل ماله ما لهاش داعي ما لهاش داعي ماهاش جماعة هيك ونخلصن المحاضر يا شباب وهيك بنكون اسدلن الستار على السنقليرتي ارجوكو يعني موضوع مهم السنقليرتي وانا صراحة بجيبه دائما على الفيرست وخلنقول بجيبه دعم للطلاب لانه الكنسيب تبعه سهل وستريت فورورد اذا بدكوا اشي المحاضر الجاي يحضروها مشان نتناقش فيها اذا روايز بدنا بدنا نستمر على اللي بعده يعني ان شاء الله ماش الحال الله اطاك الاغي بكتور مع السلام اطاك الاغي